إزاي التخطيط ممكن يغير حياتك؟ لو خططت بشكل فعال وهادفه بطريقة خليك تعيش يومك كل إنجازات صغيرة تساعدك إنك توصل لهدفك الكبير والأساسي بنسبة كبيرة جدا حياتك هتتغير بشكل جذري وحتلاحظ بنفسك ثمرة التغيرات دي في الفيديو ده هكلمك عن 6 خطوات هتساعدك تخطط بطريقة بسيطة ليومك أول حاجة خطط من بالليل وده هيساعدك تكون متحفز لبكرة وعارف إنك هتعمل إيه وبالتالي فرصتك في التسويف أكيد هتقل خلي وقت التخطيط في الوقت اللي انت فايق فيه ومش مرهق فيه لإنك هتكون متأثر ومش هتخطط صح ثالث حاجة اعمل قيمة وحط فيها كل المهام اللي وراك وما تستهونش أبدا بالخطوة دي لأنها خطوة مهمة جدا في التخطيط رابع حاجة حدد أولوياتك بدقة وحط أهم حاجتين في البداية الحاجتين اللي لو أنجزتهم فقط هيبقوا بكل المهام اللي بقية خامس حاجة نظم طقطك مش نظم وقتك على فكرة عشان فيه فرق كبير جدا بين المصطلحين وده من خلال إنك تشوف إمتى بتكون مليان طاقة ونشاط وتخليه الوقت اللي هتخلص فيه مذاكرتك أو شغلك أو أيا كانت المهام المهمة جدا اللي وراك وده مش معناه أبدا إن انت تهمل الوقت برضو لازم تخطط وقتك بشكل جيد جدا ولكن حط في اعتبارك تقطق على مدار اليوم بيكون شكلها إيه وآخر حاجة خليك مرن جدا مش لازم تمشي على نظام ثابت في التخطيط جرب حاجات كتيرة جدا لحد ما تلاقي نظام الأمثل وحتى بعد ما تلاقي نظام الأمثل تصالح مع فكرة إن اليوم مش هيمشي زي بالزبط ما أنت مخطط له أكيد هيكون فيه عقبات أكيد هيكون فيه مشاكل أكيد فيه حاجات أنت مش هتعملها أو ما كنتش عامل حسابها تصالح مع الفكرة دي وحتى لو اليوم كله باز فخطط لليوم اللي جاي على طول بدون توقف وبدون تراجع ترجمة نانسي قنقر